قتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابته بعيار ناري في الصدر أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية عسكرية في بلدة برقينة جنوب جنينة في الضفة الغربية المحتلة وأفاد شهود عيان بأن قوات إسرائيلية معززة اقتحمت البلدة وشنت حملات دهم وتفتيش في العديد من المنازل من ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الأهل وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية من ما أدى إلى أصابته محمد علوانة حيث وصفت حالته بالحرجة قبل أن يعلن الأطباء استشهاده في وقت لاحق